اشتركوا في القناة اخطأت أختي فلن أتردد في نصحها أتردد فعل مضارع سبق دي لن فأصبح فعل مضارع منصوب على مطنص به الفتحة الظاهرة على آخره يجب على الأسرة أن تكون متعاونة تكون فعل مضارع سبق دي أن فأصبح فعل مضارع منصوب لن يقضي الشباب وقتهم في الكسر يقضي فعل مضارع منصوب على مطنص به الفتحة لماذا سبق بلن؟ يحث ذي نون العظيم المسلمين أن يتعاونوا على الخير أن يتعاونوا على الخير يتعاونوا فعل مضارع سبق دي أن فأصبح فعل مضارع منصوب ولكن هذا الفعل مضارع هو من الأفعال الخمسة انتهى بواو الجماعة إذن هو فعل مضارع منصوب على مطنص به حذف النون حرصي على صلة الرحم كي تنالي الأجر كي تنالي الأجر الفعل تنالي الفعل تنالي فعل مضارع سبق بكي إذن كي أداة نص يصبح فعل مضارع منصوب ولكن هو من الأفعال الخمسة انتهى بياء المخاطبة إذن بدل أن نقول تنالينا أصبح التنالي حذف النون إذن هو فعل مضارع منصوب على مطنص به حذف النون أضعه حطا تحت الفعل المضارع الصحيح أو المنصوب وأبين علامة نصبه ممكن أن يكون صحيحا صحيح الآخر أو فعل معتل الآخر أو فعل ملافعال الخمسة قال الله تعالى إنك لن تخرق الأرض تخرق فعل مضارع صدق بلن إذن أصبح فعل مضارع منصوب ولن تصبيل فتحة الظاهرة صحيح الآخر قال الله تعالى لن تنالوا لن لن أداة نصب وتنالوا بعدها الفعل المضارع لن تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فعل مضارع متصب وهو الجماعة حذف النون قال تعالى فأراد ربك أن يبلغ 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 تصل به ألف الاثنين من الأفعال الخمسة أحسنتم حذف النون وأصبحت للناس سبقت بأن أصبحت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده يتخذ يتخذ فعل مضارع سبقت بأن أداة نصب فأصبح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وأن تعفو 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 أساسها تعفون تصبه هو الجماعة ولكن لأنها سبقت سبقت بأن أداة نصب حذفت النون وأصبحت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف لأنه فعل من الأفعال الخمسة قال الشاعر إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتصرع والشتم يبين هنا الشاعر بأن من أراد أن يترأس جماعة أو يكون سيدا ومهاب الجانب في جماعة يجب عليه أن يتحلى بالحلم بالصبر والأنات والابتعاد عن التصرع والغضب أرمى تحته خط أن تسود أن هو حرف نصب ودائما مبني على السكون أن حرف نصب مبني على السكون أي أنه دائم وضع السكون عليه ثابت تسود أتى فعل مضارع أتى فعل مضارع بعده إذن أصبح فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة كما تعلمنا وفرق بين الكلمات الملونة يجب أن تحافظ على نظافة الأماكن العامة إن تقص على طفل تندم إن الأمنة في الأوطان نعمة عظيمة كلمات ثلاث كلمات فيها تشابه أن تحافظ أن تحافظ هي أداة نصب هي أداة نصب أتت قبل الفعل المضارع هي أداة نصب يجب أن تحافظ على نظافة الأماكن العامة إن تقص على طفل تندم هناك شرط إن تقص على الطفل ماذا يحدث؟ يحدث أنك تندم ولكن إن لم تقص لن تندم فهذا شرط إن تقص هذا الشرط الذي لا بد أن يحدث فيحدث الندم فنسميها إن شرطية إن شرطية إن الأمن في الأوطان نعمة عظيمة إن نتذكر أننا درسناها إن وأخواتها إن هذه ناسخة إن هذه ناسخة ومؤكدة للمعنى جاء الفعل يتكلم في الجملة الآتية منصوبا فأين حرف النصب؟ يجب ألا يتكلم الصغير في أمر دون الكبير ألا أين حرف النصب؟ أين أن؟ هل ألا هذه أداة نصب؟ ألا هنا متكونة أو تتكون من حرفين يا شباب أن ولا دمجا مع بعض أن أن أداة نصب لا نافية ألا ألا لا لا تأتي نافية وتأتي ناهية يا جماعي لا تأتي نافية وتأتي ناهية تنهى عن الفعل وهنا ألا أتت ناهية هنا ولكن ممكن أن تأتي نافية سؤال آخر نقول مثلا لا أذهب إلى الأماكن المزدحمة هنا نافية أنف أنني أذهب إلى الأماكن المزدحمة ولكن ممكن أن تأتي ناهية مثل لا تذهب إلى الأماكن المزدحة ناهية أنهاك أن تذهب إلى الأماكن المزدحة لكي نعرف فرق بين لا الناهية ولا النافية حرف النصب أن زائد لا عبارة أن لا فأصبحت اللا ولذلك نصب بأن التي هي في الأساس أن لا يتكلم أخي لن تنال العلم إلا بست سأمبيك عن تفصيلها ببيان ست أشياء ست أشياء لكي تحصل على ذلك ذكاء عد معي ذكاء وحرص واجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان أكتب المطلوبة داخل المربعات ثم أجمع حروف المربعات لأكشف الكلمتين التي تكتملان اسم الفاعل من الفعل ناق ولا تتذكر ناقل الوزن فاعل مصدر الفعل انتظر انتظار الركن الأول من أركال جملة الإسمية ركنين المبتدأ والخبر الركن الأول المبتدأ اسم الآلة من الفعل كنسة نتذكر الوزن مفعلة مكنسة جمع جبل جبال اسم يدول على من فعل الفعل هو من قام في الفعل بالفعل هو الفاعل ثم نأتي للإعراب لن أنسى الجار لن هي أداد نصب أو حرف نصب مبني على السكون كما قلنا دائما أنسى هو فعل مضارة إذن هو منصوب فعل مضارة منصوب وعلامة نصبه فتحة المقدرة لماذا؟ لأنه فعل معتل الآخر بالألف للتعذر والفعل لن أنسى من أنا أنا فتقدره أنا قدره بأنا الجارة الجارة هو مفعول به من الذي سينسى؟ أنا الفاعل أنا أنسى من مفعول به الجارة ومفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا يجب أن نحترم الكدير يجب هو فعل مضارع ولكن سبق بشيء؟ لا إذن هو فعل مضارع مرفو وعلامة رفع الظاهرة على آخره أن أداد نصب مبني على السكون دائما نحترم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة فعل صحيح الآخر الفتحة الظاهرة على آخره ومن الفاعل؟ أن نحترم جمع نحن والفعل دمير في السطر تقديره نحن الكبير الكبير هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تعلموا الإملاء كي تجيدوا الكتابة تعلموا فعل أمر مبني على حذف النون والواوضمير متصل في محر رفع فاعل تعلموا تعلموا الفعل الأمر مثل الفعل المضارع وفعل مبني على فعل الخمسة هذا يتصل به هو وعو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الأثنين الإملاء مفعول به منصوب من يتعلم وعو الجماعة مقصود بها تعلموا أنتم وهنا الفاعل هو وعو الجماعة الإملاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كي حرف نص مبني على السكن تجيدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة اتصل به وهو الجماعة الكتابة وهو الجماعة هو الفاعل وهو الجماعة هو الفاعل ضمير متصل في محر رفع فاعل الكتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الواجب المنزلي الواجب المنزلي تجيبونه لأنفسكم وانتظروا إجاباتكم وانتظروا إجاباتكم هنا يا شباب ينتهي درسنا اليوم لكم خالص الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم معلم اللغة العربية الأستاذ حسين بحر